العبادات المقصود من هذا كله قضية العبادة إذا تمسك تحلى بها المر نضاف إلى هذا مسألة الإكثار من ذكر الله فإن ذكر الله أنس السرائل وحياة الضمائر وأقوى الزخائر فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فالذكر من العبادات المحضة واللهج به مما يقرب إلى الله زلف حب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن وبدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت وفي القرآن العظيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل ممن فسرت به الباقيات والصالحات قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فالكثار من ذكر الله من العبادات المحظة يضاف إليها من العبادات التي كان عليها الأنبياء قراءة القرآن وقد جاء في الأثر أن الزبور خفف على داود عليه السلام فكان يقرأه وخيره تسرج له وكان إذا قرأه حبست الطير لقراءته قال الله جل وعلا نسخرنا الجبال معه وسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب أن يذكر الله بذكره ويتلو معه والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وحصل الخطاب والمقصود خفف الله جل وعلا عليه الزبور وآتاه صوتا حسنا به والنبي عليه الصلاة والسلام لما سنع قراءة أبي موسى قال قد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود كفائدة هو يقصد داود لأنه لا يعرف أن أحدا من آل داود كان حسنا الصوتي مثل أبيه لكن هذه آل تأتي أحيانا للتعظيم تسبق الإسم للتعظيم ولا يراد بها القرابة والأهل ومن حوله إنما يراد بها الشخص نفسه نبي الله داود ويدل على هذا أمرا الأمر الأول مواطي بعض الروايات قد أوتي مزمارا من مزامير داود من غير آل من غير آل من غير آل لكن رواية آل أصحي والأمر الثاني أن الله جل وعلا قال وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التبوت فيه سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة والمقصود مما ترك موسى وترك هارون ليس المقصود آلهم ليس المقصود آلهم إنما المقصود موسى نفسه وموسى وهارون نفسه لكن تأدي بها شيء أشبه بالتعظيم والمراد من الحديث كله أن دهد عليه السلام خفف عليه الزقو والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا ترجيعا كما لما انقلب من حديبيا قرأ سورة الفتح إننا فتحنا لك فتحا مبينة وقال الصحابي يعني لو شئت حكيت لكم كيف كان صلى الله عليه وسلم يقرأوها وهذا كله المبارك مندرج في مسألة عبودية الأنبياء ربهم جل وعلا